السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ اليوم في حل أسئلة الدرس خصائص الاقتران الخطي صفحة 108 وكثير مهمة الأسئلة يا ثامن ركزوا معي في حل الأسئلة السؤال الأول بيحكي لك صنف كل من الاقترانات الآتية خطية الاقترانات الخطية الآتية بدي أشوفها من المتزايد من المتناقص ومن الثابت بإضافة بدي أحدد الوقت طعي السيني والمقطع الصادري كل منهما بالاعتماد على الرسم البياني داعنا الراحة على الرسم الرسم هل هي متزايد أو متناقص هنا يهلك 400 ليس معي حتى أحد إذا موجب متزايد اذا سالب متناقص فأنا أود ركني أنه رسم حكينا متزايد كل ما زادت قيم السين شمال القيمة تزداد تمام ت vole ثلاث سالب آخر quindi والكيس سالب ثلاث سLS من أكبر سالب اثنين كل مبقرب كل مبزي conduct manners جهو ما القيم القافل السين تعويضها بيزيد تمام فهذا اقتران اسمه شماله اقتران متزايد تمام اقتران متزايد كل ما زالت قيم سين شمال القاف السين تعويضها بازداد تمام الخطوة الثانية بدي مقطع السين ومقطع الصادي انا بلاحظ انه خطع الاقتران في نقطة الاصل صفر صفر تمام فالمقطع السيني للرسمة هو صفر والمقطع الصادي هو صفر ليش لانه محور السينات خطعه بصفر ومحور الصادات خطعه بصفر تمام تمام في الرعباء الاقتران متزايد لا متناقص لا شماله ثابت كأنه ماشي على سرعة واحدة تمام فشو اسمي هذا اقتران ثابت تمام طيب بدي المقطع السيني والمقطع الصادي بدي المقطع السيني وبيدي المقطع الصادي برو على محور الصادات تايمي حور الصادات ول قطعه عن ثلاث الى المقطع الصادي طيب بحور السينات تايمي حور السينات الرسمة التمثيل قطعها لا اذا شو بحكي لا يوجد عندي مقطع سيني تمام طيب هاي الرسمة متزايد ولا متناقص انا بحكي لك متناقص طيب ليش يا ميس متناقص لانه كل ما زادت قيم السين تعويضها يقل طلا كانت اعلى كانت قلت 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 تمام قلت كل ما زادت سين شمال تعويضها قافي السين لها بقل اذا متناقص طيب بدي المقطع السيني يا ميس بدي المقطع الصادي المقطع السيني برو على محور السينات وين قطع عندي الاربعة المقطع الصادي برو على صادات وين قطع عندي الثلاث تمام يا ميس هاي السؤال الاول السؤال الثاني مهم جدا جدا يا ثامن بيحكي لك بالاحتماد على الشكل البياني اللي قدامنا بدي اعرف قاعة الاقتران تمام اللي الرسمة تمثلها معطيك اقتران عين السين تمام معطيك ميم السين معطيك هاي كلها هاي السين رسمتها وهاي لام السين هاي الاقترانات بدي اعرف وين الرسمة اللي تمثل الاقتران اللي قدامي اول اشي واحد صاد تساوي نص سين زائد واحد حتى احدد بدي احدد شغلتين الف شو اشارتها ومقطعها الصادي مقطع الصادي طب ليش المقطع الصادي لانه احنا حكينا قاعدة الاقتران الخطي قاف السين تساوي الف سين زائد با حكينا المقطع الصادي هو مين با تمام اروح على الف الف نص موجب ولا سالب يا مس موجب اذا اقتراني متزايد ولا متناقص لا متزايد مين لقدامك متزايد عندك عين السين متزايد تمام وعندك ميم السين متزايد طيب اذا انا شغلي على عين السين وميم السين لانه تناقصات طيب شو اسك يبدع ارى هل هو عين ام ميم مين عن المقطع الصادي واحد اذا اقتراني اقترانيigo رصادات في واحد اروه على عينا السين هاي عين السين عنقطعات اي ف3 Fool Why وانقطع محور الصادات مقطع الصادي 1 الذي هذا التعويض اقتران مي مي مستين هاي الرسمة تمام طيب اروها على صادة تساوي سالب سالب اذا اقتران متناقص وين اقترانه المتناقصة من رسمة يه الثامن عندي هذا السين متناقص وعندي لام السين متناقص اذا شغلي عن لامسسن وهاء السين يقطع محور الصادات في واحد وانقطعت محور الصادات بثلاث اذا ما بتلزمني وانقطعت بواحد اذا هاي تمثيل اقتران هو لام السين طيب صاد تساوي نص سين زائد ثلاث نص ألف موجب اذا عندي الاقتران متزايد اللي هو لام السين وميم السين وانقطع محور الصادات في ثلاث بروع على ميم السين قطعت بواحد لا بروع على عين السين قطعت محور الصادات بثلاث اذا عين السين لاقتران تمام طيب صاد تساوي سالب نص سالب اذا عند الاقتران متناقص والمتناقص حكينا هاي السين ولام السين اين يقطع محور الصادات في ثلاث من اللي قطع محور الصادات في ثلاث هاي السين تمام اذا نكتب ملاحظة يا ثامن ملاحظة لتحديد التمثيل الذي يكون له اقتران في السؤال تمام يعتمد هذا التمثيل يعتمد على واحد ألف إذا كانت موجبة بحكي عنه متزايد فروع على الأشياء المتزايد وإذا كانت سهلة بحكي عنه متناقص البعد ما حددت هاي بتروع على الشغلة الثانية اللي هي المقطع الصادي الصادي اللي هو احنا اقتران ناقص اللي هو ألف سين زائد باع بروح شوف ايش المقطع الصادي اللي هو المقطع الصادي شي بساوي بساوي باع تمام يا ثامن إن شاء الله بجزء الثاني بالفيديو رح نكمل باقي الأسئلة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة